سيرينو الصفقة اللي هي مفترض بينتظرها الأهلوية من قبل ما يزهر موسيما حتى فايلر كان طلبه بالاسم وعيز ذاته حديداً كان تارجت نمبر وان عنده سيرينو الأرجوياني لاعب نادي سانداونس هو بيلعب تحت روس الحربة وبيلعب ساعة راس الحربة صريحة وتحت راس الحربة ومكن لعب عالطرف يمين أو شمال أو بلاي ميكر يعني هو لعيب الحقيب يجيد في التلت الأخير من الملعب أو التلت الحجومي من الملعب بالأهل رصد تلاتة مليون دولار مع أن هما شايفين أن الصفقة تلاتة مليون دولار ده رقم كبير لكن وفقه عليه لأن المدرب عايزه هو لعيب عنده 28 سنة ولعيب مميز الحياة على مستوى القارة الإفريقية لعيب كويس جداً سيرينو فكان سانداونس لما كان موسيماني بيتاولى تدريبه كان رفض رفض النهاية بل جدده عقده لما الأهل بدأ اتكلم عليه دلوقتي خده ضق أخضر بالتفاوض معه وحصل اتصال بين سيرينو زي ما احنا عرفنا يعني مع موسيماني واتفق معا أن الولد يجيب والولد وافق وبناء عليه بدأ الأهل يتحرك للتعاقد معاه بشكل رسمي قبل ما مصب الانتقالات اللي جاي ما يتفتح علشان خاطر يقيد كلاعب في النادي الأهل وكمان يعني اللي بيجي لنا برضو من جوة النادي إنهما اتكلموا مع الرجل على بدر بنون المدافع المغربي يعني هالي حيجيب مدافع من جروب أفريقيا تجيين سيرينو ولعيب هافد فندر ولعيب سيرد باك لكن الأهل يقال له احنا متفقين مع ناد الرجاء على المدافع بتاعهم بدر بنون وإنه فقال فالراجل يفتكر وقال لك آه المدافع ده كويس ويمشي مع تركيبة النادي الأهل وافق عليه طب الأهل لو هيجيب بنون وهيجيب سيرينو هيمشي مين ده برضو سؤال أنا في وجود علم علول قدي ثلاثة لا يمكن يتحركوا وفي وجود إليو ديانج لا يمكن يمشي وأجيه لسه جايه هل حيمشوا مثلا هل هيبقى لأهل عايز يجيب مهاجم تاني جنب أجيه هل حيمش هيجيبه مهاجم تاني جنب أجيه ده بدول خمسة هل كده ولد أظهره يمشي هل حيبقي على ولد أظهره جنب أجيه ويمشي وما يجيبش بنون هل حيمشي مثلا فعلا الراجل السؤال مش أجيه باجي أنا بكلم باجي في الهجوم باجي مش أجيه أنا أسف باجي كمهاجم يعني وأجيه اللي ممكن يمشوه تلعب كابتال حسام البدري قالك الأهل حيندم لقد مش يديد جدا لو ماشي أجيه لأنا أجيه عنده قدرة على قيادة الناحية دي نحية الشمال في النادي الأهلي وبكفاة شديدة جدا وتقدر تلعب بيه راس حربة وتقدر تلعب بيه على الطرف الشمال أولي مينوه يمكن يلعب كمان تحت راس الحربة والرجل ده موسيماني من طرق لعبه كمان أنه بيلعب باتنين راس حربة بس واحد فيه مش راس حربة صريحة واحد تحت راس الحربة بشوية كراجل يعني ايه مهاجم متحرك فليه لعب الدور ده بشكل أفضل هيكون جونيور أجيه لأنه بيجيد الحقيقة جونيور أجيه هذا المكان فهل الأهلي فعلا هيسيب جونيور أجيه هل الأهلي في ظل الصفقات اللي عمالة تظهر دي هنشوف أولا لا ده بالنسبة لإيه للصفقات بتاعة النادي الأهلي